النهاردة الشوط الثاني أو خمس أو تحديداً نصف ساعة الأخيرة طبعاً نستمحون طولة الرئيس النجوم يعني تحياتي لك وتحياتك كابتن شريف وكابتن أسامة عربي وكابتن أسامة حسني وتفضل أفد أهلاً كابتن سيد تحياتي لك والأسرة ديوفك الكرام جميعاً أهلاً سهلاً أهلاً طبعاً نتيجة مخيبة لأمال جداً ولكن خليني بمنتهى الموضوعية ألخص لك القصة كلها في الكلمتين قافة الكرة المصرية هي قافة الكرة المصرية إحنا لعبنا المباراتين الأولانيين فقدمنا كرة كويسة وتعدلنا مع الإنتاج الحربي ثم تعادلنا مع سموحة وكدنا نفوز في آخر خمس دقائق فركب الغرور والاستهتار اللعيبة في المبارات التي هي مع المقاولين وكانت من وجهة ناظر الشخصية أسهل مبارات فخسرناها نفس الشيء لعبنا مبارات قوية جداً مع الإسماعيلي ومبارات قوية جداً مع الزمال الكوفزنا مبارات قوية مع الإسماعيلي وتعدلنا وكدنا ضربتين جزاء وكدنا نحن برضو نحقق الانتصار ولكن قافة الكرة المصرية الغرور والاستهتار غلطة مني أنا كرئيس نادي نوافقت المدير الفني أنه طلب أجازة خمس أيام على صفات الأجازة وأخطأت خطأ كبير أنا بعترف به سمحت له وصدر للعيبة أن المسألة سهلة فكان نتيجتها أن النهاردة نازلين باستهتار ونازلين بشيء من الغرور وكانت النتيجة الطبيعية ونفس قافة القرى المصرية هي ما أصابت المصري المصري حقق ثلاثة خلاص المباراة في حكم المنعدمة الفريق بتاعنا في حالة سيئة كان مفروض أنه هو المباراة انتهت كاب جون كمان في الشوت الثاني بأوله أربعة سفر ولكن لزي بقولك يا كاب سيد سيد هي آفة عند اللعيب المصري صحيح الغرور والتعالي والتراخي وكلام من ده وصلنا ثلاثة ثلاثة كان ممكن بسهولة جدا أننا نتعادل وكان ممكن كمان تفوز مع الضغط العصبي اللي أنت صدرته لهم فأنا إذا كنت بنخرج بنتيجة ونفسي ناس كلا تستفد منها لأن أكيد أنت عارف الآفة دية والآفة دية أنا مش ليلها علاج نعم نعلم في مشكلة في مصر أن ما فيش علاج لفكرة أن اللعيب يطمئن المباراة رغم أنه دايما نقول الكرة مستديرة وواضح أنها بيت مربعة طيب خلينا واضح أنها بيت مربعة طيب خلينا أقول لك يعني بحييك طبعا على أن أنت بتقول على حاجة زي كده بتعترف بخطأ في أثناء يعني الأجازة وأن أنت وفاية المدير الفني بفترة مهاش كبيرة أوي أوي ما بين المباراة والتانية يعني كانت فترة صغيرة مش كبيرة أوي يعني فخمس أيام كتير فبحييك أن أنت بتعترف بخطأ زي كده ببداية الإصلاح يا كابتن بداية الإصلاح ده كلام جميل لكن أروح لعادة يعني حتى لو حقق النجوم نتيجة إجابية مع الزمالك حتى لو حقق النجوم نتيجة إجابية مع الإسماعيلي حتى لو كان هو الأحق في مباراة الإسماعيلي ولوه ضربتين جزاء ما تحسبوش وصحيح له الدربة اللي اتحسبت مش ضرب الجزاء لكن في النهاية كان له اتنين ما تحسبوش لكن الغرور ييجي ليه ده أنت لسه تصعد في الداري الممتاز وعندك مشوار طويل جدا جدا خبرتك ما اكتملتش وتعاملك مع المباريات لسه ما وصلش للدرجة اللي فاتت الغرور ده ييجي بادري قوي بعد ثلاثة أربعة مبارات حتى لو كانت أطرفها الزمانيك والإسماعيلي طبعا تكابتن كلامك من داحية المنطقية سليم مية المية ولكن أنا أنا فصلت لك ده أنا على وساك حلخصك القصة كلها وبدأتها بالخطأ اللي أنا اكتكبته كرئيس نادي إن أنا وقفيت على أجازة الراجل الأجازة دي صدرت عند اللاعبين فكرة إنهم خلاص أصبح الموضوع بقى في المتناول وإنهم يعني غلبوا ماتشين أو لعبوا ماتشين أقوية فالمسألة ما بقيتش مشكلة ده المصري جاي وممكن تعادل أو ممكن نفوز وعشان كيف أقول لك ده هي القافل في الكرة المصرية أنا صدرت لهم فكرة إن الدنيا سهلة علما بالقاتل علميا المدرب جديد المدرب ما أخدش فترة أعداد مع الفريق جات لك هدية من السماء ربنا بعت لك هدية 11 يوم فرق بين مباراة الإسماعي استغل لهم صح المباراة بتاعتنا استغل لهم فرصة بالنسبة لك كمدير فني أن تخش مع اللعيبة أكتر وتقرب أكتر يعرف فكرة أكتر ولكن أنا بقول لك أنا بأعترف بخطأ الشخصي وطبعا فيه محاسبة جديدة مع كل من أخضأ في حق الفريق عمتن يعني مصلحة الفريق مصلحة الفريق طب خلينا أقول لك أنت نفس السياسة اللي ماشي بها النجوم النجوم في الفترة اللي جاية ولا هيبقى فيه تدعيم في شهر يناير وبدأتوا تتكلمهم مع بعض الناس بص يا كابتن طبعا أكيد أكيد إحنا مع مع التوالي المباريات بيظهر عندنا بعض الأخطاء أو بعض الأماكن اللي محتاجة تدعيم أعتقد زي ما أنا قلت برضو في الأول لأن في يناير هندعم ولكن برضو في صورة مش عزينها عن اتنين أو تلات لعيبة بأقصى شيء وهي في الوقت اللعيب اللي محافظت على مكانته أنا أديت الفرصة لأبنائي الصغيرين اللي هو اللي محافظت على مكانته وأثبت قدرته يتحمل يتحمل أنا هنجيبه واحد يحل محله وهو ده يمكن يكون إنذار أو جلس إنذار لهم أنه يكون قدامكم لغاية شهر يناير يجب انتسباته على التماس تخليكم رجالة على الشأن لما يجي لعيب مكانك هيبقى عندي مليون حق إن أنا جيبت أحد يأخذ مكانه طيب كان فيه تصريح النهاردة لمحمود فتح الله اللعب فريق النجوم يتكلم على راكلة الجزاء هي طبعا فيه زقة وفيه دفعة بس خارج المنطقة نوع راح للحكابت محمد عادل وقال له يعني بيتكلم معاه قال له الحكم الخمس اللي الدهاني راح للحكم الخمس قال له أكسب بالله ما أنا اللي الدهاني ده هو اللي حسبها لسه ما زلت عند نفس رأيك في حتة التحكيم يوم علي ويوم لي شوف بص يا كابتن لا ده موضوع مختلف هنا الموضوع مختلف المرة الأولى أنا قلت فعلا أني زي ما بنستفاد من أخطاء زي ما بنعاني من أخطاء وده أنت طبعا كنت مدير خرف أكبر ناري في مصر وعانيت مندي كتيرة جدا وانشوفت الوجهي العملة اللي احنا بنتكلم عليه ولكن الموضوع بتاع النهاردة موضوع غريب وعلى فكرة تكرر برضه الأسبوع اللي فات حصل خلاف ما بين من اللي قال لإبراهيم نور الدين ومحمد المخاطر بعدهم يمكروا اللي اثنين وفيه اختلاف الأراء لا أنا اتصلت أنا قلت لك لا ما قليش ده هو اللي دبسني ده هو نفس الشي النهاردة راح محمود فتحلل المساعد الخامس قال له أنت بتحسب علي يا باب الجزاء أزاي قال له والله ما أنا قال له هو بيقول أنت قال له والله ما قلت له حاجة راح له هناك قال له يا كابتن الدمجدار بالجزاء المساعد بيقول أنه مش هو هو اللي قال له مش بزد ده هيخلق نوع هيخلق نوع من التوتر الشديد جدا وعدم المستطيع عايز أقولك على حاجة أنا واحد من ناس محمد عادل كحكم يعني أنا يمكن باحترمه جدا وعلى فكرة ده كويس ده حكم كويس طبعا حكم كويس جدا لكن لكن ما ينفعش أنه هو أولا هي اللعبة بتاعة لاين مان لاين مان بتاعة الحاكم الخامس الحاكم الخامس الراجل ما تدركش وبعدين هي يعني بعيد والذقكت من برا من برا يعني بص هي دي عايز تخلق مشاكل وأنا أنا وهيب بالكابتن أنا صامعة عبد الفتاح أن يتدرك الموضوع ده أولا ويقعد يعمل تعليم للمساعدين وعلى رأيها فتح الله ليه ما يكونش فيه تسقيف للأندية هيه هو دور الحاكم الخامس والحاكم الرابع لازم نبقى عارفين احنا النهاردة غير الضواتي أنا شخصيا مش شايف وضوح لدور الحاكم الخامس لا يزيل لها ولحنا والله شكرا جزيلا محمد طويلة رئيس نادي النجوم حد عايز يعقب على الكلمتين دول لا وصراحة